افلام اديب جابر تقدم العمياء العمياء قصة فتاة بريئة رمت الاخضار بين ايد لئيمة فاستغلتها وطررت بها العمياء صورة واضحة وصادقة عن فئة من المجتمع لا ترحم العمياء قصة النفوس المعذبة التي تصارع الحياة من اجل لقمة شريفة العمياء قصة فتاة مفتحة القلب والبصيرة ممكن تشوف زي بيت الناس تحبك يا بني ادم بتحبك ده موضوع انتهى بالنسبالي خلاص صممين عليك تروح لها على حر دلوقتي هتفتكر ان انا بعدك مصوص عشانها هترجع مطرحة دلوقتي قولي للبت دي ما تسيبش مطرحة تاني ما تزعلش بس انت ايه اللي جابك دلوقتي اذا كانوا شافوها نزلة من شقة مع واحد بيديها هدية يعني كان بيتفعلها التمن طبعا حرام عليك استنى لما تجي وفتحها بكل اللي في قلبك مش عاوز اكلمها خالص مش عايز أشوف خلقطها بعد كدا ومش عاوز أتقعد هنا كمان خلي عندك دم يا عمية عمية افهم بقى العمياء فيلم الحب والإيمان بالحياة فيلم التضحية والعقاب فيلم المرح والمطاردة العمياء فيلم بائعة الورد اللاورد العمياء فيلم بائعة الينصيف بائعة الحظ التي تفتش عن الحظ العمياء ضخم في انتاجه قوي في اخراجه وواقعي في تمثيله العمياء مليء بالعوامل والانفعالات النفسانية الصعبة العمياء قصة جديدة لبطلة الخرساء التي تتفوق على نفسها من جديد في هذا الفيلم الانساني الكبير العمياء بطولة نجمة الملايين سميرة أحمد إلى جانب النجم الإيراني الكبير جوني غفاري مش عاوزين نكسى بكتر من كده حنعمل إيه بلد في مستي ومش عاوز كلام في البوضوع ده التالي وكمان البت دي ما تعتبش البت ده بعد كده دي بت وحشة ماشية بجوه تاني ما احنش قده خالص والنجمة الإيرانية المحبوبة فيكتوريا ماسوسيان ونجمة المتحدة المحبوب والكمد الظريف محمد عوض حب ايه 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 اي فين إني أنا اللي حعايش أهلو؟ إلى جانب نخبة مختارة من نجوم المسرح والتلفزيون في لبنان قال لي كلام أنا مش فكرة خلى قلبي يجري وراه قال لي إيه؟ إيه يا أخواتي؟ إيه إيه؟ أيوة يا عمدة يوه لا مش فكرة قال لي إيه؟ العمياء قصة فؤاد القصاص سيناريو حوار يوسف عوف توزيع شركة النصر للتوزيع عمان العمياء من إنتاج أديب جابر وإخراج المخرج العبقري مخرج تركيا الأول ظافر داود أغلو العمياء فيلم لا ينسى العمياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر